أهلا بيك و بيكي في مدرسة المسيح المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة والنهاردة بشوفه يطلع للنور إنه ننسجل بالصورة دية الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية عشان كده سميناها مدرسة المسيح مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في المدرسة دي حندرس 12 كتاب كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسمه مستعار وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشيتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة والرد على أسئلتك ربنا يقودك معنا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح أحباي برحب بيكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح في رحلتنا الطويلة ديت احنا عايزين نسمع منه وعايزين نتعلم عايزين نفهم طرقه عشان عايزين نحياها بكل قلوبنا التغيير العظيم اللي بيحصل في حياتنا واحنا ماشيين وراه بيشجعنا يوم بعد يوم نكمل المسيرة ديت في هذه المدرسة بنحاول نفهم ونتعلم ونسمع من الحق ونكون تلميذ للكلمة المقدسة اللي كلمنا الله بها اللي فيها بنشوف هو مين على حقيقته مش زي ما الناس بتقول عنه زي ما هو بيقول عن نفسه والجزء اللي احنا بنتكلم عنه الحلقات ديت الكتاب قال ايه عن الانسان ربنا لما عمل الانسان قال ايه عن الانسان قال حسن جدا جدا قال ياه طلح حلو اوي 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 الانسان اللي انا عملته دا النظرة الواقعية اللي بنبص عليها دلوقتي يخسره يخسره اتكلمنا عن الانسان في تكوينه زي ما الله خلقه روح ونفسه جسد راكب في بعضه كائن جميل جدا ليه علاقة مع ربنا ولليه علاقة مع اخوه الانسان من الحب ولليه علاقة من السيادة والابداع في الخليقة وتكلمنا عن هدف الخلق الله خلقه مش بدافع عناني بدافع الحب مش خلقه عشان ياخد منه خلقه عشان يعطيه عشان يعطيه وعشان يعطيه دعاه الى شركة وعلاقة حميمة معاه ايه اللي شوه الدنيا كلمة صغيرة اسمها الخطيئة تحت الخطيئة قلنا عزين نعرف تعريف الخطيئة عزين نعرف تعريف اللي سماه جسد الخطيئة ادافع لفعل الخطيئة لاني لما عالج مش عالج المظهر عايزة عالج الايه السبب الجوهر المشكلة اللي جواية مش اللي بعملها براية مهما حاولت عالج اللي براية والداء جواية حفشل وحيس عشان كده الكتاب كلمنا عن فعل الخطيئة وكلمنا عما نسميه جسد الخطيئة الجزء الثالث اللي هنتكلم عنه دلوقتي في موضوع الخطيئة توارث الخطيئة طول الوقت بنسمع الخطيئة الأصلية الخطيئة آدم عملها فينا عملتها فينا حوى ياريتهم ما عملوا فينا اللي عملوا فينا عايزين نتكلم عن الحكاية دي حنتخانق وده المطلوب وحنتحاور لكن اتفقنا هلومة يعني عايزين نتكلم بالحجة والبرهان كلمة الله منطقية ومقنعة الحقيقة الغير مقنعة يبقى أكيد ربنا ما ألهاش لأنه قالها لما نتحاجج يقول الرب توارث الخطيئة الخطيئة الأصلية نروح لأصدقائنا نسمع قالوا إيه عنها واستعدوا لأننا هنسمع أراء حضراتكم أنت مولودة فلة مولودة بالخطيئة آه بس بالمعمودية بنتنقى أو بمعرفتنا بأله بنتنقى يعني أنا مولود وارث الخطيئة في المعمودية الميراس دا بيتشال في الإيمان الميراس دا بيتشال حيالي لا مش بورسها أنا ما أعتقدش أن أنا مثلا جدي عمل خطيئة أنا أعتقد بسبب أخطاء أنا بس يعني أنا ما بورسش الخطيئة من آدم لا مورسناش من آدم لأن المسيح جاء وفدانا لا أنا ما بعترفش حكاية الخطيئة موروصة أنا لها شخصية اللي قدر أغيرها يعني حتى لو أنا مولود في بيئة فيها خطيئة ووارث شوية طباعة من أهلي فيهم خطيئة أنا برضه قدر أغير كده دا معناه أن كان ممكن ناس تتولد ومتغلطش في حد تولد ومغلطش غير المسيح لا خالص ما فيش حد تولد لأننا طبيعة بشر أنا بقولش أننا منغلطش بس إحنا نقدر نغير كده هو إحنا ورسين خطيئة آدم وحاوة ومطهرين بيها بالعمل والمسيح على الصريب لكن ما زال لسه جوانا كلنا جسد وحاجات عايزها الجسد لو أنا استسلمت لها فأنا ما زلت لسه بعمل خطيئة إحنا تولدنا بالخطيئة بسبب غلطة آدم أو بسبب غلطة أبويا وأمي أو بسبب غلطة مين ما آدم هو أص kendi أبويا وأمي فبسبب آدم إحنا كلنا ورسنا الخطيئة طيب الخطيئة بتتنائم الأجيال على الجينات يعني بنورصها إزاي آه هي فضلت الخطيئة بتتنقل على الأجيال لغاية ما المسيح جي وشالها عننا كلنا وبقينا بلا خطيئة يعني هي اتنقلت من الغاية المسيح على الجينات وبعاية المسيح جامة صحة من على الجينات بالزبط كده جينات وراسية يعني؟ لا مش جينات يعني لا يعني شفناها وعرفناها وبتدينا نعملها ابتدينا نعملها وبتدينا نشوفها بقى في خطيئة في العالم بقى إبليس مالك علينا طيب لو قلنا أن الإنسان بشرية كلها غلطة ده لأن الوراثة خلتنا نورس الخطيئة ولا ده إيه؟ مش عارفة طبيعة البني آدم فعلاً هو بيعمل خطيئة كتير يعني داود بيقول بالاسم صورت وبالخطيئة حبلت بيه أمي يعني أنا تصورت في بطن أمي معجون بالخطيئة آه دي الخطيئة بتاعت آدم زمان اللي ورسها لكل العالم فآدم لما غلط ورس الخطيئة لغاية المسيح جي شال الميراس وحررنا وحررنا طيب إيه زم بالناس اللي لغاية المسيح دول اللي ورسوا وإحنا لبعد المسيح ما ورسناش؟ هم كان ليهم توبة أبديا ما هو أقام الأموات أنا زم بإيه إن أدم عك العكة ديه؟ هو دايماً بيبقى يعني دايماً مكتوب إنه إنه كتير الأبناء بيتحملوا أخطاء الأباء طيب سؤال تاني مهم قوي بقى أخلي باقيك من سؤال دوت خلي باقيك منه كويس قوي إيه هي الطبيعة الفزدة اللي في الإنسان دي؟ إيه دي؟ كرسومة، ميكروب، عفن، بكتيريا إيه هي الطبيعة الفزدة اللي في الإنسان دي؟ فيروس انتشر من وقت قدم حواه اسمه إيه؟ اكتب ده له اسم ولا هم شافين غدا لوقتي؟ كتاب ده له اسمه؟ مش عارفة موقع يكون الكتاب ده له اسمه؟ مكتب ده له اسمه؟ أنا بحاول أطلع الأسئلة اللي جوا الناس أنا بحاول أثير السؤال لأن إحنا عايشين في مجتمع بيسألنا صح؟ أفكارنا بتسألنا عايزين نواجه الأسئلة مش عايزين نهرب منها الهروب من السؤال هروب من الحقيقة أنا عايزة أواجه السؤال وعايزة أعرف أجاوب وفاهمني دي الحقيقة ربنا قال اسألني فأجيبك اسألني اسأل قول أنا مش عارب وأنا أجيبك وأخبرك بعضاء وعواقص لم تعرفها القضية دي قضية يمكن ما تهمش كل الناس لكن بطريقة نظرية مهمة عشان نفهم الانتقال ده شكله إيه؟ عندنا فهم واضح للي بيحصل في العالم الروحي دوت اللي إحنا عايشين فيه طيب إذا حبين نسأل حضراتكم السؤال دوت السؤال هو توارث الخطيئة هل إحنا مولدين خطاه؟ ولا إحنا بنخطئ فبنصير خطاه؟ هل إحنا بالميلاد خطاه فبنخطئ؟ ولا إحنا بنخطئ فبنصير خطاه؟ وهل ممكن واحد يتولد وما يغلطش؟ ولا مش ممكن؟ وإذا كان مش ممكن ليه مش ممكن؟ فكرة التوارث دي إن آدم ورثنا البعض بيقول إن إحنا كنا في صلبه لما أخطأ إحنا كنا في صلب آدم ففيه كلنا أخطأنا هي كده؟ وبالطريقة دي إحنا في صلبه صرنا خطاه بعملته اللي هو عملها وعصيانه وتمرده على ربنا ولا فيه نظريات تانية وأفكار تانية بتجاوب على السؤال ده هو يعني هو آدم هو عمل خطيئة بس مش عارف وليه ربنا يعني يلبس هلنا طب هو ربنا يلبس هلنا؟ هو قال إن إحنا هو قال إيه؟ هو قال إن إحنا هنورس الخطيئة دي هو قال فين؟ حضرتك كمان السؤال أنا ما قلتش أنا بقولك إنت رأيك إيه؟ طلحوا لي كده هو قال إيه؟ وإحنا كمان بنعمل خطيئة يعني بنلبس نفسنا هرب إحنا عملناها دي يبقى مسؤولين عنها هذا عند رأي ثاني أيها؟ الكتاب بيقول إنو بالخطيئة حبلت بي أم حبلت بي أم فطبيعي قوي أنا ورسل خطيئة كويس ده رأيك؟ رأيي أنا ورساها؟ في العهد القديم إنو بدون سفك الدم لو تحصل مغفرة فكان طبيعي قوي إن عشان حد عايز يتوب عن خطيئته بيسفك خطيئته ولا اللي أنا ورستها؟ اللي أنا ورستها ما هو أنا ورست خطيئة فأنا أتوب عن حاجة ورستها ولا عن حاجة عملتها؟ ما هي طلعت معايا أنا خطيئتي كبرت معايا يعني أنا تولدت خاطي وكبرت معايا كويس ورستها على الجينات يعني أنا الجينات لو فحصناها حنلاقي فيها جين اسمه الخطيئة حضرتك بتأخذ أسئلة تودينها لبعيد طب إيه؟ ما أنا جاوبيني أنا عايز أفهم يعني ورسنا زنب يعني زي واحد يتولد وأبوه مديون فهو مديون فأنا ورست زنب ولا ورست طبيعة فسدة ورست خطيئة ولا ورست الطبيعة الخطيئة طب أنا هارجع دورة شوي حضرتك قلت يعني لو إحنا فرقنا دلوقتي بين خطيئة والخطيئة كويس؟ أنا ورست مين فيهم؟ الخطيئة الخطيئة صبق ورست الطبيعة الخطيئة كويس؟ كويس ورستها فين؟ فين؟ بما أني النور لما بيختفي بتظهر الظلمة كويس قوي فعشان أنا ما عملتش النور الخطيئة دي أنا طفل لسه ما عملتش حاجة خالص أنا طفلة ولدت ما عملتش حاجة خالص أنا طفلت ورحت 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 وردعاني خلص لسه ما عملتش حاجة هلأ أني عملت على روحي وأنا صغير هي دي الخطيئة أي من فضل أنا متهيالي متهيالك؟ ما عرفش الحقيقة بالزبط خالص يعني أنا متهيالي أن أنا ورست نتيجة الخطيئة أنا ورست أنه آدم نتيجة الخطيئة دي كان هيموت فآدم اتحكم عليه بالموت بعد الخطيئة اتحكم عليه؟ بالموت فانفصاله على الله مين اللي حكم عليه؟ آدم حكم على نفسه نحن قلنا أن الموت نتيجة والعقاب لأ نتيجة طبعا نتيجة طبعا الحمد لله حكم على نفسه لأنه عصى وسيط الله معلنة لي وهو عصى فأنا بالتالي ميت جوه آدم أنا ورس الخطيئة أنا ورس العقاب ولا ورس الخطيئة كده؟ أنا ورس الاتنين يعني أنا بقول مش عارف بس أنا بحاول أتناقش ورس العقاب لأن أنا ميت في آدم لأنه هو أساسا المفروو autres يموت وأنا ورس معرفة الشر أبويا عمل عملها وتحكم على ليه بالإعدام ياخدوني معه؟ أنا عارف الشر لا أبويا عمل عمل وتحكم على ليه بالإعدام ياخدوني معه؟ أبويا كان خلفني ولا ما خلفنيش؟ أيه؟ خلفني ولا ما خلفنيش؟ كنت حمل في بطن ماما ما أنا وماما ماما انتحكم عليه هو وماما فأنا في بطن ماما Februin يعني انا مش قصدي فلسفة بس انا قصدي انا قصدي انا قصدي انه هو هو وحوة اتحكم عليهم بانفصالة عن روح الله وانا انا جواهم انا جواهم بالوراثة اكتسبت انفصالي عنها لله يبقى انا خدت النتيجة ولا خدت الزنب خدت النتيجة قوي عشان كده انا سألتك الخطيئة ولا نتيجاتها انت قلت الاثنين لا لا انا قصدي النتيجة كويس قوي انت ابتدت بكده وابقى قلبت في النص وخدتهم مع بعض ايه بس يبقى انا اكتسبت النتيجة اه في نفس الوقت عرفت الشر يعني داخل جواي طبيعة فزدة شريرة عرفت يعني ايه شر الانا فانا بقى لما بكبر بتكبر معايا بتكبر وممكن قطاعها او ما تعهاش اوكي مين عنده رأي تاني ايوه يعني انا افتكر ان يعني مثلا زنبه ايه الجنين اللي في احشائي ان يورس مني الضغط والسكر والايدز يعني هل قانون الوراثة ده قانون الهي على المستوى الجسدي والمستوى الروح هل في حاجة اسمها جينات روحية انا ورستها من اى ده محاوى ده بس قالك هل في جينات في جينات روحية في جينات بيولوجية اورقاني انا اعرفها اه فزاي زاي زي بكرة زنب ايه bayby ورس امراض الجسدية وهو في احشائي اسمها وهو qualité يعني اه قانون قانون الوراثة ده قانون الهي في برده امراض روحية انا ورستها عن فانتي مؤمنة انا أنا ورست الفيروس. أنا ورست الفيروس عن آدم وحاوة الخطيئة بكامل معناها مش نتيجها. أوكي. هذا عند رأي تاني. هو الخطيئة بتهد بابا. أنا مش 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 أخدها. لأنه مكتوب في الإنجيل. كل إنسان يموت بذنبه. آه. واتفقنا على الحكاية دي في حكم الله الأدب الخليق. آه. نظبوط. أما خطيئة آدم فربنا المسيح جي وخدها. خلاص. يعني أنا مش هشالها. طب واللي قبل المسيح. شالوها. واللي بعد المسيح ما شالوهاش. هل احنا قبل المسيح بنتولد خطاء لأنه مشاله خطيئة آدم واللي بعد المسيح بتولده مش خطاء لأن المسيح شال خطيئة آدم. قبل. لا. بوس. لو نحي. يفارق بيمين الولادة قبل المسيح وبعد المسيح. يعني بعض الناس تلخبطت في الحتة ديت. لا. مش كده. اه. اللي تولد قبل وتولد بعد نفس الحاجة نفس الوضع. صح كده? اه. طب ما لهو شال ايه المسيح? شال خطيئة. بتاعت آدم ولا بتاعتي? في آية بتقول ان المسيح شال خطيئة آدم وما شالش خطيئتي? شال كله. تبقى ايه الفريق من خطيئة آدم وخطيئتي? تلخبطنا كفاية. صح? طيب. طيب. متهيق لي. هنحاول نعرض جميع الأراء في اللي جاي دوت. هناك ثلاثة أراء مختلفة في القضية ديت. خلينا ندرس بطريقة منظمة وبعدين ناخد رأيخو واعملوا. اعملوا. اعملوا كل واحد يصوت لصالح واحدة من التلاتة دول. النظرية الاولى بتقول. انتقال الوراثة يولد الطفل بجسد الخطيئة بالطبيعة الفاسدة. فانا بشيل الطبيعة الفاسدة. الفساد اللي دخل لآدم. آدم اخطأ. بخطيته فسد. مش لانه فاسد اخطأ. بالفعل الخاطئ فسد. ينتقل هذا الفساد بالوراثة جيل بعد جيل. دي النظرية الاولى. نظرية التانية. لا. آدم لما اخطأ انفصل عن ربنا. فبقى بعيد عن ربنا. وهو بعيد عن ربنا انجب بنين وبنات. هؤلاء البنين والبنات ولدوه بعاد عن ربنا. يحتاج يرجع لربنا ويعيش معاه. خدت بالك. وهو بعيد عن ربنا. قبل ما يرجع لربنا. اتعلم وهو بعيد يغلط. فغلط. فوقعت عليه الطبيعة لايه؟ الفاسدة. فما تولدش فاسد. تولد ايه؟ بعيد. واضحة الفكرة دي. الرأي الثالث. انا بتولد بتولد بريء. لا خطيئة ولا طبيعة خاطئة. لكن بتولد نايف بمعنى طفل صغير بريء مش قادر يحمي نفسه من الظروف المحيطة بيه. فكرة الخطيئة وطبيعتها واشوائها ورغبتها ورائحتها وطعمها محيطة بيه في كل مكان. من أبي وأمي وأصدقائي والشارع والبيت والتليفجين وكل حاجة. فقبل أن أعيي وأدرك الخطيئة بتخترقني. وبكتسب هذا المرض من البيئة التي وجدت فيها. خدت بالكم الثلاث نظريات دي دلوقتي؟ دول الثلاث تفسير اللي يفسروا لكل البشر سواسية أخطأ. واضح؟ فواحد الطفل يولد بعيد. واحد الطفل يولد بجسد الخطيئة. يولد بجسد الخطيئة. يولد بعيد وبذلك يخطئ. يولد بريء لكن في وسط موبوء. واضحة الثلاث احتمالات بتاعة الثلاث نظريات دول. طبعا أغلب الناس بتؤمن بالنظرية الأولى. أغلب الناس بتؤمن بالنظرية الأولى. خلينا نشوف رمية ثلاثة اتناشا. الجميع زاغوا فاسدوا معا. ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. ففيه اجماع على ان كل البشرية زاغت. الشعية تلاتة وخمسين كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقي. فما عندناش متهالي عدم اتفاق في المبدأ الأولاني ده. ان كل الناس ضل الطريقة. ان الكل زاغوا فاسد. ان الكل وقع بعيدا عن مجد الله. طلع برا الاعلان الحب والمجد والرحمة الالهية. كلنا طلعنا برا المظلة الالهية لسبب او لاخر. ده متفقين عليه كلنا. صح? هايل. عندي شاهد تاني. واحب اقوله لان ده مهم جدا. رمية اصحاح خمسة. الشاهد ده جميل اويه. ويمكن يلقي ببعض الضوء يساعدنا اننا نصوت لوحدة من التلات نظريات دي. نحط الشاهد ده مع التلات شواهد دول. يمكن يشرحننا الفكرة باكثر اوضوح. رمية اصحاح خمسة. بيقول ايه بولس الرسول. من اجل ذلك من عدد اتناشا. من اجل ذلك. كأنما بانسان واحد دخلت الخطيئة الى العالم. وبالخطيئة الموت. لان نتيجة الخطيئة ايه؟ موت. بانسان واحد دخلت الخطيئة. في واحد دخل الخطيئة الى العالم. والخطيئة نتيجتها ايه؟ موت. وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس. اذ اخطأ ادم. لا. اذ اخطأ الجميع. مهم اول او يا ديد. ادم دخل الخطيئة الى العالم. والخطيئة نتيجتها موت. وشرحنا الحكاية دي. مش عقابها موت. نتيجتها موت. انا بالخطيئة استقليت عن ربنا. طفيت النور. صح كده؟ بقت ضلمة. انفصلت عن الحياة. فموت روحيا. كويس؟ وبالخطيئة الموت. وهكذا اكتاز الموت الى جميع الناس. اذ اخطأ ادم. لا. اذا اخطأ ايه؟ الجميع. فكل انسان يموت ايه؟ بذنبه. طب ليه كل الناس اخطأوه؟ ليه كل الناس اخطأوه؟ عندنا ثلاث احتمالات. لو قلنا الاحتمال الاول لاني بتولد بالفساد عشان الاية الشهيرة اللي قالها داود. لاني بالاسم صورت. وبالخطيئة حبلت بي امي. ده معناه اني انا تولدت فاسد. ولا معناه بيقول امي التي ولدتني كانت هي نفسها واقعة تحت الخطيئة. هل الاية دي بتقول اني انا تولدت خاطي؟ بالاسم صورت بالخطيئة حبلت بي امي. ولا بيقول انا عجنت بالخطيئة فاسد. في بطن امي. ولا بيقول انا خرجت من احشاء امي خاطي شرير. قال كده؟ لا. لو ان الانسان بيتولد بجسد الخطيئة انتقال الطبيعة الفاسدة مركزية الزات جوه الانسان. بيتنقل على ايه؟ بتنقل على ايه؟ ايه اللي بينقله من جيل الى جيل جوايا فيسيولوجيكا الوقت انا بطن امي. ايه؟ الجينات؟ ما فيش. فيش جينة بالمعنى دي. الجينات دي بتحمل صفات ورثية طبيعية وليست صفات ادبية. فاكرين ما قلنا كده؟ ملهاش دعوة بالاخلاق. ملهاش دعوة بالاخلاق. دي ليه دعوة بالقدرات والامكانيات الذكاء وطبيعة الشخصية وليست بالصفات الادبية في الانسان. الصفات الادبية كلها مكتسبة وليست موروثة. عشان كده الفكر العاقل المنطقي للاحتمال الاول ده مش موجود. والآية الوحيدة اللي بتتكلم عنه بتاعد داود ما قالتش صراحة المعنى ده. ده واحد بيقول يا جماعة انا وحش واهلي وحشين. انا لانا كامل ولا اهلي كاملين. مش بيقول كيف انتقلت الخطيئة عبر الاجيال. ما بيقولش كده. ده مش تفسير. وبالعكس دووء لما بول الشرحة شرح شرح لا يعطي السطر الاولاني ده ثقلوا على الاطلاق. از اغطأ الجميع زاغوا فسدوا واعودهم مجد الله. الاحتمال التاني احتمال اقرب للحقيقة. ان هذا الطفل بيولد بريء. لكن ما ما اتولدش في جنة عدن. اتولد في ارض الشقاء. ما اتولدش في حضن الاب. اتولد في حضن بابا وماما بيصرعوا مع الخطيئة. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ اتولد يحتاج ان يعرف الله. لم يولد في داخل المعرفة الالهية. ولان العالم يؤثر ويتأثر الواحد بالاخر. فانا بعلمه الشر قبل ان يتعلم الايه؟ الخير. فيبقى طبقا للعالم يأثر ويتأثر. الاحتمال لرقم اتنين دوت. هو اكتر الاحتمالات واقعية وقبول للعقل وللمنطق. وبيترجم نفس الحقيقة في الاخر ان الجميع زاغوا وفسدوا واعوزوا مجد الله. واني جزء كبير من المسئولية واقع على الفساد اللي في العالم. لكن جزء كبير واقع علي انا. اني قبلت هذا التأثير علي لما ابتديت اعي. كان ممكن لما اعي ارفض وارجع لربنا. لكن انا بستسهل وبامشي مع الطيار. لغاية لما ربنا بيوقز ضميري وبينادي علي. وبقرر اني اتوب وارجع الى حضن الاب وعيش معا. واضح الفكرة. المعنى ده بيطلع فكرة ان المسيح شال خطيط ادم واللي قبل وضع واللي بعد وضع. وان دول لهم امتياز ودول لهم مخصص. مفيش الكلام دوت. مفيش. ومفيش ايات بتقول ان المسيح شالها وشالها عن اللي بعدوهم وشالها عن اللي قبلوهم. وان كل اللي في الجحيم نقلهم. مفيش. فدي افتراضات ونظريات. بتحطنا في 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 احلام وصور مش منطقية. لا تجيب على التساؤلات اللي احنا بنسألها لانفسنا او بيسألها الاخرين الذين يسألون عن سبب الرجاء الذي فينا. واضح الفكرة دي. واضح الفكرة دي. فده بيخلينا نأتي بالامور الى 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 وضعها. طيب. انا في جزء هنا من الظلم مواقع علي. مظبوط. اني انا ما كانش عندي نفس الفرصة بتاعة ادم. صح? لما لما المسيح جاء ورفع خطيتي. وداني القدرة ان الافعال الاسيمة تخفر. والطبيعة الفاسدة تصلب. واتحرر منها واعيش للبر. بيرجع لي نفس الفرصة بتاعت مين? بتاعت ادم. فما قدرش قالهم حد. مما ان وحتى ربنا مش كانش مسؤول عن الغلطة دي. لكن في عدالته خدت بالك وزا ما قلنا ان ربنا بيتدخل في التاريخ عشان يبقي الحرية قائمة. وقلنا واحدة من الحاجات دي انه صنع فداء للبشرية مظبوط. عشان يبقي اعلان الله عن نفسه. وعشان يبقي الفرصة للذين يريدون ان يتوبوا. فربنا صلح غلطتنا في حق انفسنا وفي حق الاجيال اللي بعدنا. عشان يعيد الفرصة لكل واحد فينا. فرصة عادلة. اقدر خطيتي تخفر. وطبيعة الفاسدة تصلب فاتحرر منها. فلا استعبد مرة اخرى للخطيئة. ويبقى اردتي تقدر تقول نعم للنعمة الالهية. او تقول لا. وتتجاوب مع الطبيعة الفاسدة اللي جواي. واضح الفكرة دي. فالشرح ده بيدينا الاحتمالات من حقك تصدق اي واحدة فيهم. اللي ترتح لها خدها. اللي ترتح لها خدها. لكن كده بنقرب الحاجات للمنطق العاقل الواقعي اللي خلينا نفهم يعني ايه الجميع زاغوا وفسدوا وعوازهم مجد الله. سؤال. لو النظرية التانية هي الاقرب للصح. مين علم قبيل قتل اخوه او قبيل قتل هبيل يعني اللي يعني لي ربنا مقبلش بكوري دامان هو مش زنبه هو راجل زارع وطلع بكوري تزارع وقدمها امام الرب يعني لي رب يعني زنبه ايه او نعلمه عشان يقتل يعني ما كانتش جوال خطيه اصلا من ابو امه مش مكتسبة. احنا قلنا لو انا اتولدت بعيد. منفصل عن ربنا بتعلم الخطيه وبتكبر فيه. انا متولدتش كده انا اكتسبتها. انا متولدتش بيها انا اكتسبتها. قيل لما قتل كان كبير. ما كانش طفل صغير. يعني مش اتنين في في البتاع فواحد ايه مع التاني موته. كويس. كانوا كبروا شباب حلوين كده كل واحد عنده ايجا اربعين سنة. ما خد بالك? صح? فتعلم الخطيه. ده مش معناه انه ولد بيها لانه قتلها. ايه قتلوا. وخلي بالكم ربنا راح له. وقال له. ان احسنت افالة رافعة. وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابضة. طب مش معنى هابيل كان كويس. مش اللي اتنين مفروض ويرسوا نفس الطبيعة. يعني هابيل بيتكلم انه واحد من الابرار. مش كده? والصدقين. واللي قبلت زبيحته. واللي ربنا رضي على حياته. ايش معنى? من زي ما بيقول ان الحقيقة موجودة للاتنين. الظروف نفس الاتنين. واحد تجاوب مع الشر. وردخ للطبيعة الفاسدة. واحد اختار ان يرجع ويتصالح مع الراء ويمشي في طرقه. ويقدم زبيحة دموية تعبير ايمانه بالكثارة. واحتياجه للنعمة الالهية. واحد قال لك لأ انا هاعتمد على ايدي. لأ اخو احسن منه. فكبرياءه وغروره خلا يعمل ايه? يقتله. عشان يبقى احسن واحد. ثماني. فده بيوريكي انه مش بالضرورة ده معنى اذا الاحتمال الاول هو الصحيح او التاني. جميع الاحتمالات ممكن تفسر الحدثة دي. مظبوط? سؤال التاني. مش عارف انا ما كنتش مركز ولا ما فهمتهيش. انا فهمت انه في المسيح احنا خدنا مخفرة وشل خطياتنا وكده. لكن اللي قبل المسيح. هل هو الكتاب اللي بيقول عليهم كتاب مؤدس هم اللي ماتوا على رجاء القيامة? ولا ايه? اللي قبل المسيح ما احنا طبعا اتعرضنا للحكاية دي قبل كده. لكن خليني اجاوبها مرة تاني. لما هنتكلم بالتفصيل عن دوت لما بنتكلم عن فصل المسيح بعد ما نخلص الانسان والخطيئة. بنتكلم عن الحل في المسيح بالتفصيل. المسيح لما قدم نفسه. قدم نفسه في تاريخ البشرية في ملء الزمان. مظبوط? لكن بالنسبة ربنا قدم نفسه امتى? بيقول الكتاب قدم نفسه بروح ازلي. فاذا انكفرت المسيح مش بس بتغطي الذين قاتوا بعده لكن الذين قاتوا قبله. داود بيقول طوبة لرجل لا يحسب له الرب خطيئة. ازاي واحد دي غلط ربنا ما يحسبها لهوش. لان في حد كفر عنه. بيقولوا اثامنا انت تكفر عنها. تكفر عنها ازاي يا رب? احنا بنقدم زمين. انت هتكفر عن اثامنا ازاي. فهم زمان فهموا ان ربنا هيعمل كده. هيعملها ازاي مش فهمين. ربنا دي المسيح عمل كده من البداية. مظبوط? ليسطر كل البشرين. في اي حد قبل المسيح او بعد المسيح عمل الحكتين دول. انه عاش لربنا واتكل على ربنا. اتكل دا الايمان وعاش ربنا دا الحب. حسب له دام المسيح ايه? كفارة. قبل او بعد. لان فيه بعد ما اعرفوش. لسه فيه ناس فيه قبائل غاية دولة ما سمعتش. نظبوط. شأنهم شأن اللي ايه? اللي قبل. اللي دام المسيح يغطيه. بشرطه ان يعمل الحكتين دول. انه يحب الرب يعيش ليه? ويتكل على نعمة ربنا. توبل رجل لا يحسب له الرب خطير. توبل غفر اسمه وسطرت خطيره. توبل رجل لا يحسب له الرب. ليه يحسب له? لانه غفر اسمه وسطرت خطيره. ارجعوا اليي لاني. ارجع اليي لاني. فدايتك. ربنا بيقول لشعبه انا فدايتك. هما مش فهمين. هما فهموا ان هو فداينا. زي ما نعرفش. ربنا بينادي شعبه في أشعياء بيقول ارجع إليه لأني فديتك. لأ ده أنا بقدم فدي عن نفسي. ربنا بيقول لا 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 ده أنا اللي فديتك. هو الخروب اللي أتقدمه دوت. يفديك. ده أنت بتشتريه. ده أنت بتربيه. ده أنت بتأكله بعد كده. مش ده اللي عيفديك. ده رمز لفكرة الفداء. أم المين اللي فدانيه؟ ربنا. هو مش فاهم حتفديني زيها ربنا. هو أنت قلت كده أنا مش فاهم. فأنا اتكلت عليك وعلى فدائك اللي أنا مش فاهم. فهمتيني عايزة أقول إيه؟ فما قبل المسيح ما بعد المسيح المسيح دمه يغطي. بشرط بشرط. أني أحب ربنا فعيش ليه؟ وأني أتكل على نعمة ربنا فأعتمد عليه. فيبقى إلهي. الإله هو اللي بعيش له وبإيه؟ وباعتمد عليه. سؤال. طيب الناس اللي هي ما تعرفش ربنا. ما تعرفش المسيح. وعايش حياة حل وقوي. عايزة ترضي ربنا. يعني ما اكتزتش أنه المسيح مات علشان خطيرها وبدون سف كده. كده يعني. دول إيه؟ دول فين؟ كتاب بيقول لنا. بيقول الذين بلا نموس اللي ما عندهمش نموس من الله. هم نموس لأنفسهم. مشتكية ضمائرهم أو محتجة. لأن في نموس داخلي ربنا كتبه في ضمير الإنسان. جعل الأبدية في قلوبهم. كويس؟ وإحنا اتفقنا أن في قضاء الله ومسؤولية الإنسان سلطان الله أن الإنسان بيحسب بحسب النور اللي عنده. وحسب الحرية المتاح عليه. فاكريني العبارة اللي في الآخر قلناها ديت. لأن دي العبارة الزهبية بتاعت القضية كلها. كويس. هو عنده نور قليل. وحسب النور دوت حب ربنا واتكل عليه. ربنا يعمل ايه؟ يغطيب دم المسيح اللي هو ما يعرفوش. حتى لو مش مسيح. اللي قبل المسيح ما ييجي دول المسيحين. كويس. واحد في حتة ما سماش عن المسيح. وألقى بنفسه في الأحضان الإلهية واتكل على نعمة الله دم المسيح. يقول له لا ما أنت ما قلتش المسيح. ربنا كبير. بحسبنا بحسب إليه؟ النور. الذين بلا نموس هم نموس لأنفسهم. مشتكية ضمائرهم. طب حيخشوا ازاي؟ ده ليس بأحد غيري الخلال. يخشوا بالمسيح. مش حيخش من غير المسيح. معادش حيخش من غير المسيح. أماني؟ لأن ما فيش غفران إلا في دم المسيح. ما فيش كفارة إلا في دم المسيح. لكن ربنا يحسب لهم إيمانهم بر. زي إبراهيم. أمن بالمسيح ولا أمن بالله؟ أمن بالله. حسب له ايه؟ على حساب مين؟ على حساب دم المسيح. خدت بالكم الحكاية دي. بصوا ربنا جدع ازاي؟ إحنا مخينا دايق. بصوا ربنا جدع او 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 او. بايز؟ طبعا كل ما بعرف كل ده بيشجعني. عشان كده احنا زي الناس تعرف. لأن المعرفة بتخليني ايه؟ أتكل. عدم المعرفة تخدعني. المعرفة بتساعدني. في ناس بمعرفة قليلة بقد النور الصغير وهم مش داريانين. آمن بالله. مش خاف من ربنا. آمن بالله. مش عمل اعمال كويسة. الاعمال كويسة ما تودينيش. حب ربنا وتعلق. بيدور على ربنا. مش دور على شرائع واحكام ترضي ربنا. لأن الشرائع والاحكام ما تودينيش. صح؟ البتوع النموس. في حد بالنموس يا خلص؟ اللي قبل ما سيه. في حد بالنموس خلص؟ داود خلص بالنموس؟ ولا بالإيمان؟ بالإيمان. مش بالنموس. النموس ما يوصلنيش. بأعمال المنوس. بأعمال النموس بوليس بيقول لا يخلص جسد. طبعا هو قدنا النموس لي. عشان يورينا عجزنا وإنهم محتاجين الإيمان. مش النموس. فاللي قبل المسيح نفس الحكم دا هو بالزبط. زي لبعد المسيح اللي ما يعرفش مين المسيح. الذين دينا نموس. هم نموس لأنفسهم مشتكية ضمائرهم أو محتاجة. من الخبطاكو دي؟ دلوقتي خليني طب أوكي. انت عشان أهو مرة تسمعيها صح؟ آه أنا تخضي. دي كمبلا يعني. آه دي كمبلا. كويس أوكي. إحنا كل البرامج ده البرنامج ده عبارة عن قنابل مجموعة من القنابل النووية لا أيوة فالضالي. آه آه ما عليش خليك ماشي على قد دعالي. واحدة واحدة. واحدة واحدة. حد دلوقتي مش مسيحي. كويس. كي وحد أخلاقه حلوة أوي. آه. وعايز يردي ربنا. أيوة. اتجاه قلبه. عايز يردي ربنا. أيوة. ومات. كويس. راح فين يروح الجحيم. لأنه مش أخلاقه. مش أخلاقه. آمنة بالله. حب ربنا. حس بعجزه. رمى نفسه على الله. وقال له أنا مش قادر. أنا مش عارف. أنا عايزك. أنا بحبك. أنا ملك إيديك. شوف لك حل أنت تكفر عنه. كده يخلص. بمين؟ بدم المسيح اللي ما يعرفوش. يحسب له الله دم المسيح كفارة. لأن ده النور اللي عنده. الآية بتاعت إيه؟ اللذين بلا نموسهم نموس لأنفسهم ما لإيه؟ لا دي بتاعت إبراهيم. آمن إبراهيم بالله. فحسب له برا. مش كده؟ موجودة في رميا وموجودة في تكوين. موجودة كتير أو أختبالي. فده اللي أنا بشرحه. لكن واحد أخلاقه كويسها. الأخلاق تودي السماء؟ لا. خايف ربنا وعايز يرضيه وبحاول يرضيه بأعماله. ده زي بتوع النموس. يروح السماء؟ لا. لأن مفيش حد بالأعمال يخلص. مفي حد بالأعمال يخلص؟ فمع الرسالة ما وصلت لهوش. ضميري بيقول لي عشان كده مشتكية ضمائرهم أو ضميري بيقول لي إن اللي انت بتعمله ده كلها كلها أعمال برعفنة. إزاي أنت تقتل قتيل؟ وبعدين تدي صدقة الواحد فالصدقة دي تضيع اللي بتاع دوت. إزاي يعني؟ إزاي أنا أعمل عاملة بهببة أزني وبعدين أصوم فالصيامي يضيع زناية؟ إحلق ثلاثين ببعض. فاللي إحنا بنعمله إن أعمالنا تكفر عن خطيانا ضميرنا جوايا بيقول لي بيقول لي جوايا بيقول لي في عاجة غلب. في عاجة غلب. إزاي؟ بيقول لهم برضو؟ بيقول لهم مشتكية ضمائرهم أو محتجة. عشان كده اللي صادق مع نفسه بيلاقي نفسه في الآخر. ما قد ده مش رحل واحد هو إيه؟ يرمي نفسه على ربنا. يقع في رحمة الله الواسعة. لأنه عايز ربنا. مش عايز الجنة. عايز مين؟ عايز ربنا. عايز يعيش ليه وعايز يتاكل عليه. الله صار إله. فهماني اللي بقول ليه؟ دم المسيح يغطيه. لأن زي ما اتفقنا في حكم الله الأدبي إنه بتحاسب بقدر الإيه؟ النور اللي وصل ليه. أنا عارف إن دي قنابل بالنسبة لنا. بس دي بتورينا قدير ربنا حلو. وعادل. والبشرية كلها بالنسبة له أولاده وبناته. ما عندوش خيار وفقوس. وإلا يبقى شمعنا ده تولد فعيلة مسيحية وده تولد فعيلة غير مسيحية. يبقى unfair. مش كده؟ طب لماذا نكرز بالإنجيل لغير المسيحيين؟ لأن النور يضيق فين؟ في الظلمة. ليه أنت بتكلمي المسيحي وبتنديله بأن المسيح مت من أجلك؟ أنت معارف. لأن لما بيفهم بتساعد إرادته إن ياخد القرار صحي نعيش لربنا ما يعيش النفسه مظبوط. أنت ليه بتكريزي للمسيحي بالمسيح؟ ليه؟ لنفس السبب بكريز لغير المسيحي بالمسيح. لأن المعرفة بتساعد الإرادة إن أخد قراري نعايز ربنا. وده اتفقنا. إننا نقدر نأثر في الناس إجابا. بالقدوة وبالإقناع وبالصلاة. نظبوط. هعمل كده مع المسيحي وهعمل كده مع غير المسيحي. لكي يخلص الجميع. طب لو ما عملتش كده هم نموس لأنفسهم مشتكية ضمائرهم أو محتاجة. جميل. الحق يا جماعة جميل ومريح. وما يخلنيش أنا مسيحي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله اللي بقين يعني يروحوا في ده. ما فيه. ده لو عملت كده ربنا يبصي لي يقول لي. ده أنت ما تعرفنيش. ده أنت ما تعرفنيش. ده أنا أب. للبشرية كلها. لأننا بيقول الكتاب بوليس بيقول لأننا ذريته. بيكلم عبدة الأوسان. فئتينا. أرحب بكم في مدرسة المسيح. عشان تستنيروا عقولنا وأذهاننا لنعرف طرق الرب المستقيمة. ويكون عندنا إجابة حقيقية. مش بتشوه الإله الكامل. بالعكس بتخلينا نعرفه. ونعرف طرقه. ونعرف أنفسنا. ونعرف الآخرين. ونعرف نجاوب الذين يسألوننا عن سبب الرجاء الذي فينا. أحبائي ألتقي بكم في حلقة قادمة مع مدرسة المسيح. أشجعكم تكونوا تلميذ بحق للسيد. أمين. عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا. برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح. وبشجعك أنك تواظب وتداوم في المدرسة دي. اللي بصلي أنها تكون نور وإعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك أنك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت. تحل الامتحانات الموجودة. وتبعت لنا الأسئلة اللي أنت مش فهمها. أنا عارف أن المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك. وإحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك أنك تعيش للرب بكل قلبك. أمين. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة